دكتور أمجل دلوقتي أنا جيت لحضرتك العيادة وأنا شكة كإيمان إن أنا عندي اضطراب الشخصية الحدية بس تعالوا معي بقى كده عشان نعرف مين فينا عنده الاضطراب ده يعني نستقر طيب دلوقتي أنا جيت لعيادة حضرتك بقى دلوقتي هنعمل كشف لايف قدام المشاهدين هتسألني إيه وتعرف إزاي أنا عندي الاضطرابات دي ولا لا وأنا صريحة وهعيش الكشف هوا طيب هنبدأ عشان بدل ما أسألك أسئلة فالناس تبقى فهمة حدك بتعمل إيه إيه الحاجات اللي إحنا بنسأل عليها بالزلط إحنا بنسأل الشخص أول حاجة عندنا الشكوة لا إحنا في كشف ما إحنا مش في برنامج دلوقتي طيب إحنا كشف دلوقتي أنا عادت العيادة وتسألني حضرت الجاية أخير إيه اللي خلاكت فكرت زوري العيادة عشان أنا طول الوقت عصبية وطول الوقت بزعقة كتير مش طيقة نفسي وبعدين طول الوقت الأقل غلطة بتخليني أزعى الوصور وكل اللي حوالي بابوا متدايقين مني حاسين أنا مجنونة وإيه اللي بيدايقك أكتر إن هما متدايقين منك وإيه اللي أنت انفعلتك كتير اللي اتنين اللي اتنين ميدايقينك ساعات بتدايق إن أنا بدايقهم وبعد شوية لما بهدى بحس إيه اللي أنا عملته ده طيب ليه الزعيدة كله وليه الموضوع مش مستاهد طيب ده حاجة جديدة عليك أو ده طبعك يعني ده حاجة في الفترة الأخيرة بس كده بتزهر معاك أو ده المشكلة دي معاك من إمتى لا يعني ممكن مثلا 6-7-8 سنين من 6-7-8 سنين يعني موضوع متكرر رجبية أعمالك مشاكل في حياتك ما أثر عليك في علاقاتك مع الناس اللي حواليكي أه طبعا لأن ما بقدرش أكمل في علاقة لأن طول الوقت أنا يبيض يسود يا حلوة قوي إلا لو لقيت أي تأثير في أي حاجة ما بكملش ما بتكمليش في العلاقة طيب بس ده أكيد عملك مشاكل هيخليك ما تستقرش في علاقات كتير ما دي حقيقة عشان كده أنا جاي لحضرتك النهار تمام لما بتلاقي المشكلة دي قبلاك بتحاول تنظمها إزاي أو حاولت تحلها إزاي فيه كمان مشكلة يمكن أنا هقولها برضو بنيبع المشاهدين ممكن تبقى الست والراجل بينفصلوا هما بيحبوا بعض وتلاقيهم بعد الطلاق بيكلموا بعض كويس بس كل ما يجوا يقربوا من بعض يولعوا بعض فبرضو اللي هي عارفة تتأقلم ولا هو عارف هي تأقلم فده برضو حاجة بتحير أي ست لأن بتحس إن حياتها بتفشل وفي نفس الوقت هي كويس قوي وهو كويس قوي طيب هي الفكرة كلها إن إحنا لما بنقرب من بعض كل ما هنقرب كل ما بتبتدي هنا المسافات اللي بنا تتلاشى وإحنا في العلاقات لازم نأكده على وجهز إن لازم يكون فيه مسافة اسمها مسافة الأمان أو مسافة الخصوصية لازم تكون موجودة وده يمكن أغلب الناس اللي بتتجوز بيعتقد أنهم بعد ما تتجوزوا وقربوا من بعض إن إحنا خلاص بقينا اتنين ايه في واحد أنا خصوصية ايه؟ أنا طول الوقت ده تليفونه بتاعي ومحفظته بتاعتي وبيته بتاعي وكل ما يخصه بتاعي خصوصية ايه؟ حسابات البنكية وكل حاجة إشمعنا برضو أنتوا عندكم بتيكوا في الخصوصية إشمعنا هو ببقى وشير لوكيشن وشير لوكيشن وعربيت ومعروف رحفينه جاي مني ده كامرات ما تتحط في العربيات دلوقت كله وما يملك بتاعي إشمعنا الستة كلها بيملكها ما تنزليش ما تتلعيش ما تلبيسيش ما تخرجيش مع أصحابك احنا نشتغل على الاتنين عموما مش ده موضوع حلقاتنا مش موضوع حلقاتنا عموما الاتنين صح يعني لازم الفكرة تبقى عند الاتنين يكون فيها توازن احنا ما بنقولش يعني طبعا احنا كمجتمع شرقي زكوري شوية فيمكن الثقافة الشائعة اللي حضرتك بتتكلم عنها ده اللي يعني فيها الجزء الأكبر من العلاقات بنقع في الحتة دي لكن احنا ببقى ان احنا المجتمع وزي ما حضرتك استغافة بتاعت تتغير والستة بتاعت تنزل وتتحرر وتتعامل مع الحاجات ابتدى المنظور يتغير شوية يتغير احنا الوقت جري جدا 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 احنا قدامنا 3-4 دقايق